دي تاني الزيارة لي للمنطقة هنا الزيارة الأولانية كانت من كم سنة من أربعة سنين تقريباً أو خمس سنين وكنت بقول يا جماعة يعني المكان هنا كان صعب جداً وكانت ظروف البيئية والمناخية وظروف الدعم اللوجيستي كانت صعبة جداً لإقامة الزراعات وخصوصاً زراعة الججوبة لأن أنا لما جيت تاني فجئت هذه المفاجأة المذهلة اللي أنا في قصطها دلوقتي واللي بيسمع غير اللي بيشوف بعينه أنا شفت بعيني وشفت هذا الإنجاز اللي تعمل بسواعد شباب وشباب محترم جداً بكن لها كل تقدير واحترامه وبشكره شباب خيب ظن السلبي الأديم وأنا بقول دلوقتي أن أنا أعترف أنه كنت يعني الرأي الرأي يعني كان ينقصه الصواب نظراً لصعوبة المكان كان لكن أنا لما شفت التجربة النهاردة تجربة جيدة جداً وتجربة رائدة وتستحق كل الإشادة وتستحق أن كل يقف جنب هذه التجارب النجحة لمسيرة التنمية نباتة الججوبة من النباتات المهمة جداً جداً والليها مستقبل كبير جداً في منطقة الشرق الأوسط تحديداً يعني فأنا بحييهم جداً على هذه التجربة وبادعو الدولة لدعم مثل هذه التجارب اللي بيعملها شباب وشركات وطنية وعية وبقرر أن موضوع الججوبة موضوع أمن قومي من الطرز الأول الموضوع مهم جداً جداً نبات له أبعاد اقتصادية وأبعاد مهمة جداً في صناعات طبية وصناعات دواء التجميل وصناعات بعض أنواع وقود الطائرات وبعض أنواع الصناعات التي تساهم بشكل مباشر في حركة وعملات التنمية وبادعو الكل للمساهمة والمشاركة وأن كل الناس يجي تشوف بعينها التجربة الجديدة وتطورها الجديد بالنموذج الجديد لعملات الشركة